سفر الرؤية اللي قدسك بتفسره مختلف على اللي في ارتودوكسي الكاتاميروس وايضا تفسير الاربع حيوانات الاول في سفر الرؤية شبه الاسد وقدسك قلت الاول له وجه مثل وجه انسان وانت جبت من ترتيب الانجيل وسفر الرؤية جاب الاول اسد والتفسير الحيوانات الاربعة في برنامج الكاتاميروس غير اللي انت شرحته للعلم انا مقتنع بتفسيرك انت بس ليه الكنيس سمحة باكثر من تفسير شوف يا صاحب السؤال لما نرجع لسفر الرؤية او للكاتاميروس نقرأ ان الاربعة كائنات الحية بلاش كلمة حيوان لان هي تكتبت حيوان لكن ان هو كائن حي ففعلا الاول شبه اسد والتاني له وجه مثل وجه انسان والتالت شبه التور والرابح شبه النسر الطائر دول الاربعة لما نرجع نقول ان سفر الرؤية لما كتبهم بالطريقة دي في الكاتاميروس وفي الكتاب المقدس كان يقصد الترتيب التاريخي لان اول انجيل اتكتب في الاربع انجيل هو انجيل مرقص شبه اسد بعدية انجيل متة بعدية انجيل لوقة بعدية انجيل يوحنة الكلام ده المظبوط انا لما جيت افسر عشان ما شتتش الناس جبتهم بالترتيب المفهوم في ذهن البشر لان البشر عارفين متة مرقص لوقة يوحنة عشان ما شتتش مخهم فاتكلمت جبت رقم اتنين حطيته رقم واحد عشان اقدم انجيل متة اللي بيتكلم عن الانسان الكامل وجبت بعدية مرقص الملك وجبت بعدية لوقة الخدام وبعد كده جبت يوحنة اللي هو النسر الطائر تقديم واحد عن واحد لان الاربعة مفهومش اي تغيير بس عشان تثبت في مخ الانسان لما الانسان يقعد يقرأ لما يجي عند اول انجيل متة يتذكر الواجه الانسان لما يجي للانجيل التاني مرقص لان المجامع المقدسة رتبتهم بهذا الترتيب متة مرقص لوقة يوحنة لكن بصراحة بحسب التاريخ اللي تكتبوا مرقص متة لوقة يوحنة ده بحسب التاريخ وما فيهاش اي مشكلة يعني وما تنشغلش وتقول ان فيه ايه ان فيه تناقض بالكلام لا ما فيش تناقض لو جبنا كلام غير الكلام لكن احنا لما بنيجي نرتب الامور علشان تثبت في الزهن فبنجيب ترتيب يكون ينطبق على نفس الانجيل في المفهوم الشائع بيننا يعني لو انت مسكت اي واحد في المسيحيين قلت له ممكن تقول لي الانجيل الاربعة ايه هيقولك متة مرقص لوقة يوحنة مش هيقولك مرقص متة لوقة يوحنة فانا علشان الانسان ما يتشككش روح تذكر الاول الذي له وجه مثل وجه انسان وحطته عند متة والاسد حطته عند مرقص والطور حطته عند لوقة والنصر الطائر حطته عند الكتاب المقدس شكرا لكم